اشتركوا في القناة يكمل على الابراج بس بدنا ندردش شوي في موضوعين يعني شوي نعتبر ان احنا مهمات اول شيء الله يسعد مساكم لان اهس مسا يعني موعد بث الحلقة ويسعد صباح كل اللي بديهم يسمعوها في الصباح اول موضوع هو موضوع العتب اللي صار علي في كثير من المتابعين عتبوا علي بالفترة الماضية انه انا بردش على رسائلهم بردش على مكالماتهم بردش على الامور اللي هم بطرحوها بتجاهلهم بعطيهم موعيد بالكتابة بردش عليهم كل هاي الامور فحقي اني انا ارد على عتبهم عشان هم ما يظلوا عتبانين علي اول اشي اه لما انا اكون مصاب في فيروس ونزل منعتي وعن الاكسجين وتعبان جدا وبس بكفي بديش اكمل للكم وارد او ما ارد يعني يكفي مني انه كان في عندي قدرة اني انا اسجل الحلقة وانا بتعب شديد جدا عشان انا ما اقصر مع الاشخاص اللي بتابعوني هذا واحد اثنين صدفت في نفس الفترة هاي انو والدي صار عنده كسر في ست فقرات في العمود الفقري بسبب الهشاشة اللي ارتفعت بطريقة مفاجئة جدا للدرجة الرابعة فصار مثل البسكوت يعني حشاشة وترقق بالعظم فصار يكسر سريع فاضطرينا انو برضو نعمله عملية بالفترة هاي وانا المسؤول عنو اه لتفرغي فيعني ما بيني حالي وما ويلي ابوي وبرضو في نفس اللحظة اه انو تسجيل الحلقات اذا بتكو تعتبوا علي برضو رغم هذا الحلقة اللي انا بحكي لكم اياه فانا هيك بدي اعتب عليكم هذا واحد الموضوع الثاني نزلت انا في حلقة من الحلقات عن موضوع انو اليوتيوب عمل الانتساب وفي اشخاص حاولوا انهم يشوفوا جنب الاشتراك هيك انو في خان جديدة صارت اسمها الانتساب او جوين اه فما وجدوها اه طبعا طلع انو اليوتيوب اساسا هو بعطيني اياها انا بفعل الميزة هاي وبعدين بعد ايام بتنزل عند الجميع يعني هي مش في نفس اللحظة بتنزل عند الكل فالان هي تقريبا على حسب ما وصلني من بعض الدول انو في اشخاص صاروا يشوفوها وفي شخص واحد هو انتسب القناة هي صديقة عزيزة جدا اسمها اليف اه هي صارت عضوة فضية وانتسبت وتبرعت بجزء بسيط من المال طبعا بالنسبة ليش كثير شكرا لالها اه طبعا ميزة هاي العضوية او اي عضوية بتصير من هاي العضويات اه هي انو انا مجبر باي ظرف من الظروف طبعا بقرار من اليوتيوب اي سؤال لهذا الشخص اني اجاوب عليه فعشان هيك بكرة او في الفترة القادمة لما تشوفوني انا بجاوب على اشخاص وبجاوبش على اشخاص مش يتقولوا انه صار سعيدي ميز لا هو انا صرت مجبر انه هدولا الاشخاص ادبيا واخلاقيا غير انه اليوتيوب هو بيحتم علي هذا الموضوع اني انا اجاوب على اسئلتهم واتواصل معاهم وحتى لو اتصلوا فيي او رسلوني او عملوا تعليقات فهم لهم الاولوية في الجواب والهم الاولوية بالخدمات على حسب نوعية الاشتراك اللي هم بيشتركوه هذا موضوع كمان الموضوع الثالث قبل اشهر انا حكيت انه في الفترة القادمة في شخص وعد ان هو بده يتبرع باجهزة ومعدات والفترة القادمة ان شاء الله رح نطلع ببث مباشر ونحكي في هذا الموضوع فطبعا كالمعتاد خذلنا عادي او خذلت انا بالموضوع هاد والشخص ما بعرف شو ظروفه ما بعرف شو اللي صار معاه انقطع الاتصال معاه والتواصل فيعني انا وعد على امل انه هذه الامور تصير فممكن صار معاه ظروف معينة الظروف هذه منعته من انه يتمم وعده في هذه الفترة فعشان هيك يتأجل الموضوع ولكن ان شاء الله اقدر انه برضو في شخص اخر وعد في هذا الامر انه خلال الفترة القادمة ان شاء الله نبلش بالتدريج يعني نجهز شوي شوي على حسب قدراته وعلى حسب قدراتي يعني مع اللي انا ادخرته مع الناس اللي حولوا وادخرنا الاموال اللي حطناها على جنب على اساس هاي الامور انه نعمل شيء بسيط ان شاء الله في الايام القادمة وان شاء الله انه على توقعات السنة او ما قبلها اذا كنا جاهزين لهذا الامر رح نطلع لايف ونتحاور ونحكي وندردش بكل الامور ان شاء الله تعالى اما بالنسبة للموضوع الاخير اللي انا بدحكي فيه فطبعا في الايام هاي بتكثر التوقعات وبتكثر الامور اللي بتنحكيها عن العام القادم وفيه اشخاص بترجم من مواقع اجنبية لانه تقريبا بعض المواقع الاجنبية نزلت توقعاتها فبصيروا يترجموا وبصيروا ينزلوا وبصيروا يألفوا وبصيروا يهرفوا بما لا يعرفوا بمعنى اخر فمش كل شيء يقال يصدق فيه ناس كثير سألتني اسئلة عن عصر الدلو وحقبة الدلو ومش عارف ايش وهذا الحكي طبعا هذا الحكي يعني انحكى فيه من اشخاص اجتهدوا في هذا الموضوع ولكن انا بما اني ما رديت على هذا الموضوع معناته هذا الموضوع مش ذات اهمية عندي او مش مهم بالنسبة للي لانه يعني مش شايف انه الشيء مجدي لاني انا اجاوب عليه فالعيام موجودة وبرضو انتو بتشوفوا لحالكو اما بالنسبة للي بيجي بيقول لي طيب شو رأيك بالانتهاء السنوي والابتداء السنوي والتحول السنوي والمش عارف ايش انا شرحت كثير عن هذا الموضوع وعلقت على هذا الموضوع هذه مسائل اجتهدوا فيها بعض العلماء حطوا لها بعض القوانين انا بالنسبة للي ما باخد فيها او بمعنى اخر في التوقعات العامة ما باخد فيها نهائيا لو هذا توقع شخصي لشخص معين ويجيت انا بدي احسب له هذه الامور لانه مثلا بتعلق مسألة معينة على ان تضطر انك انت تحسب هذا الحساب وتشوف شو الابعد لالها بتيجي بتحسب على هذا الموضوع ولكن انه يصير موضوع دارج وانه لا ومتزبطش توقعاتك الا فيه وبزبطش اي كلام الا فيه ومش عارف ايش فحينا بيعيدها لكمان مرة انا مش من الاشخاص اللي يؤمن في هذه النظرية ولا في هذا الحساب فعشان هيك لما يكون حساب شخصي بحسب لك على هذا الموضوع اما حساب دولي وكوني وانه تحولت الخارطة الفلكية فهذا بالنسبة للي غلط ما باخد فيه ماشي طيب عشان برضو كمان مسألة نحيي فيها بمعنى خذنا في هذا الموضوع اللي بيجي بقولك انا في الطاقة بعرف التوقعات واللي بقولك انا رسول من السماء واللي انحرف عن علم الفلك وصار يروج لاشخاص جهلي بهاي الصورة حرين اللي بده يقتنعي ما بده يقتنعي هو حر ولكن انا معروف انه لساني صليط في هاي الامور لان انا ما بحب الغلط واللي بقولك انا بال بعلم مش عارف ايش وعلم مش عارف ايش وعلم مش عارف ايش بعطيك توقعاتي وهذا كلام يعني من وين يعني ركز على علم بما انك متخصص فالتخصص ببقي علم واحد اما انك انت والله ما شاء الله جهبذ بتاخذ بكل العلوم وبتحكي فعني اعتقد انه اللي بسمعوا لهدول الاشخاص بعد فترة بجدوا انه هم بائعين كلام عشان هيك دائما انا بقول ممكن انا اليوم اكون معك او امدحك او اعطيك تزكية بالنسبة لتوقعات برجك ولكن ممكن بعد يومين او ثلاث ايام اكون سارم و اكون سلبي في التوقع اللي انا بحكي لك يا لانه انا بحكي اللي انا شايفه فما بألف عشانك اما اجي انا على 12 برج اقولهم هذا شهر الزواج وهذا شهر المال وهذا شهر المناسبات وهذا شهر الحمل وهذا شهر الزواج وهذا شهر الحب وهذا شهر السفر وهذا وبس انتظروا والأيام الجاية وأحسن ثلاث أبراج وأحسن مش عارف مين والقوة والملوكية لمين هذا كله عبارة عن بيع كلام ما له علاقة بالعلم نهائيا ولا يصلح انه يكون له علاقة بالعلم اللي حاب يتابعهم الله يسهل عليه يروح يتابعهم ولكن مش كل كلمة هو بحكيها أو بحكوها هاي العينات ترجعوا علي تقولولي شو رأيك في انه بلوتو طلع من الخارطة الفلكية فليش بتحسبوا بلوتو اللي بيجي بقولي الأبراج صارت 13 وانحرفت ودخل برج في النص واللي بيجي بقولي مش عارف إيش الأبراج تغيرت أسماءها واللي تبطأت الحركة الفلكية والكواكب صارت في مكان ثاني غير اللي بتحكيه هذا كل ياته ما بطعمي خبز يعني هذا مع العلاقة بالعلم لو في من هذا الكلام شيء أنا بنوه إله يعني بجي بقولك أنه والله في دراسات عن هذا الموضوع أنه صار هيك ولكن طالما أنا اتجنبت الحديث عنه فأنا ما بدي هاجم يعني ما بدي أحكي عن الناس هاي وما بدي أنتقد الناس هاي هم منتقدين ومهزئين لحالهم فما فيش داعي في ناس بتتابعهم بتقولك يعني بتصيب مرة بتصيبش مرتين بدي طاقة إيجابية بدي طاقة حيوية بدي طاقة مش عارف إيش بدي طاقة طاقة طغية بدي أي شيء يعني كل واحد بسترزق وهذا فضاء مفتوح يعني لا أنا بمنع ولا أنا بقولهم ما يطلعوش الله يرزق الكل ورزق المش عارف مين على المش عارف مين عشان ما نطيل أكثر من هيك خلينا نروح على توقعاتنا اليوم لأنه اليوم في عنا حركة فلكية له انتقال المريخ يعني شوي رح يخفف الضغط عن بعض البروج ورح يضغط بعض البروج رح نشرح عنه بالتفصيل طبعا اليوم توقعاتنا احنا ليوم الأربعاء 15 أيلول القمر موجود في منزلة سعد الذابح منزلة سعد الذابح هي للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية بمعنى آخر ورح يمكث القمر فيها في هاي المنزل إلى غاية الساعة 9 و39 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء طبعا لما نقول 9 بتوقيت الأردن بدنا نزيد عليها ثلاث ساعات يعني 11 و39 دقيقة ظهرا بتوقيت الأردن بعدها القمر بده ينتقل في هذا الوقت لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية طبعا بما أن القمر موجود في برج الجدي فحكينا أنه التأثيرات احنا بنوخذ من صفات البرج كلها كل الأبراج بتوخذ من صفات البرج اللي بيكون فيه القمر بيصير فيه بعض التأثيرات علينا فمن تأثيرات برج الجدي أنه منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منيجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا شروع بعمل جديد أو شراء تحفة أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين طبعا الحدث اللي حكينا عنه اللي هو انتقال المريخ من العذراء للميزان وهذا رح يكون عند منتصف هذه الليلة تقريبا الساعة 12 و13 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 13 و13 دقيقة صباحا فجرا يعني رح يمكت القمر في الميزان حتى عصر يوم 30 طبعا رح يشعروا موليد برج الميزان بالنشاط والحيوية والجراءة الرغبة الجنسية ولكن ممكن أنهم يتسرعوا في تصرفاتهم أحيانا ويفقدوا دبلوماسيتهم المعهودة في الكلام فيروحوا لهم متعادثين بحديث مثلا متهور هيك فيخسروا بعض المعارف لهم عصبيتهم بتكون واضحة بشكل يعني كبير وخصوصا أنه الشمس ما زالت موجودة في العذراء يعني في بيت متاعبهم فسهل جدا أنهم يستفزوا طبعا بيستفيد معهم في المجالات المذكورة موليد الأبراج الهوائية والأبراج النارية يعني زي الدلو الجوزاء والحمل والأسد والقوس وكل شخص تواجد عنده كوكب المريخ ساعة ولادته في برج الميزان طبعا بما أنه المريخ هو أساسا سيء السمعة وشوي أنه هو بيأثر بشكل سلبي زي ما أثر في الفترة الماضية على موليد برج الحمل ألام الظهر عند كثير من الأبراج والالتهابات يعني أمراض مفاجئة جدا فطبعا هو بوجوده في الأبراج ورح نحكي شوي عن كل برج وإيش الأشياء اللي بدوا يحذر منها بالنسبة لبرجه أو طالعه برج الحمل أو اللي طالعهم حمل بدهم ينتبهوا طبعا لأنه مقابلهم تماما الآن خف عن أمور الصحة ولكنه بركز على أمور الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية فهو بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء تعاملهم مع شركائهم مع أزواجهم بالفترة هاي ما في داعي للتصعيد ولا للمشاحنات ولا لردات الفعل السلبية يعني بدكوا تكونوا مرنين برج الثور طبعا موليد برج الثور واللي طالعهم الثور بدهم ينتبهوا على أمور الصحة والعمل ليش؟ لأنه أول شي هذا بيت الصحة اللي له علاقة بالآلام بالأوجاع بدهم يديروا بالهم من رفع أوزان ثقيلة عن الأرض ينتبهوا لظهرهم أسفل الظهر لا الأمور اللي إلها علاقة بالعضلات وتشنج العضلات العمل علاقتهم مع زملائهم عمل حدية مثلا ما يركزوا أثناء بعض الأعمال لهم أو العصبية أما بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم الجوزاء طبعا مشاكلهم بتكون في العلاقة مع الأحباء وعدم المبالغة في تجربة الحض طبعا لأن البيت الخامس لا إلهم فممكن تنتهي علاقة عاطفية ما استقرت بعد خلاف ما بين الآباء أو الأمهات وأبنائهم أو سوء تفاهم ما بينهم ممكن شوي هيك تشعر أن الحظ تخلى عنك أو بطلت الأمور ماشية معك بسهولة ضبط الأعصاب أثناء تعاملك مع الأحباء مطلوب برج الصرطان واللي طالعهم صرطان طبعا هذولا الأمور البيتية بدهم يركزوا على الأمور العائلية الأمور العطارية الأعطال المنزلية إذا بدهم يشتروا أي شيء له علاقة بأثاث منزلي أو أمور لها علاقة بالبيت بدهم يركزوا على الكفالة تاعتها وخصوصا إذا كانت إلها علاقة بالغاز أو إلها علاقة بالنيران أو إلها علاقة بمنتجات البيت وبرضو بدهم يديروا بالهم من الإصابات وخصوصا ستات البيوت أثناء العمل في المطبخ واللي بيشتغلوا في مجالات إلها علاقة بالنيران برضو بدهم ينتبهوا اللي برجهم الأسد واللي طالعهم الأسد طبعا بدهم ينتبهوا أثناء تعاملهم مع الإخوة أثناء تعاملهم مع الجيران ممكن شوي يحسوا أن الأمور مش ماشي معهم في أمور السفر أو تتعقد أو تتأخر أو تتأجل أو صير بعض المشاكل فيها ممكن شوي هيك إشي العلاقة بالسيارات أو أعطال أو مشكلة معينة تصير إلها علاقة بالسيارة فهي الأمور اللي بتكون تنتبهوا لها اللي عنده دراسة أو امتحانات وخصوصا في المراحل الابتدائية والثانوية بدهم يدرسوا ويركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض ممكن تجدوا أن العصبية زادت عندكو أو ردات الفعل العصبية بالفترة القادمة إنها زادت فعشان هيك بتكونوا تضبطوا عصابكم أثناء التعامل مع الغير برج العذراء طبعا اللي برجهم عذراء واللي طالعهم عذراء هو بيركز على الناحية المالية ويقول لي ممكن يجيك بعض المكاسب ولكن المشكلة إنه بصير فيه عندك نفقات سريعة فعشان هيك بدك تنتبه من الإسراف ودفع الأموال وأمور إلها علاقة بالمغامرات السريعة الغير مدروسة فعشان هيك بتكونوا تنتبهوا على أموالكم وتنتبهوا من الأشياء اللي بتكونوا تخوضوا فيها برج الميزان واللي طالعهم ميزان ضبط العصاب مطلوب أكثر أثناء تصريف أمورهم وتعاملهم مع الغير زي ما حكينا إنه الفترة هاي بتعطيكوا طاقة جيدة ولكن إنه العصبية هي اللي بتأثر عليكم وبتسيطر عليكم بشكل أكبر أما بالنسبة للعقرب طبعا بالنسبة لموليد برج العقرب واللي طالعهم عقرب بدهم يديروا بالهم هذولا من المؤامرات واللي بتصير من وراء الكواليس طبعا المؤامرات كلمة كبيرة هي ناس تستغيبكم ناس يعني تتآمر عليكم يعني ما في وصف غير هيك ناس تكيدلكم فبتكوا تديروا بالكو وتحذروا وما تغامروا ما تجازفوا ما تدخلوا أماكن مجهولة هذا أهم شيء برضو لما وليد برج العقرب بما إنه هذا الموضوع إلو علاقة ببيت المتاعب فعشان هيك بتكديروا بالكو اللي عليهم قضايا قضائية أو عليهم مطالبات قانونية أو عندهم مشاكل مع أشخاص يحذروا بالفترة القادمة من إنها تتصاعد بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس طبعا بعلاقاتهم مع الأصدقاء هو بعزز العلاقة مع الأصدقاء ممكن جيب أصدقاء بشكل مفاجئ وسريع جدا ولكن بيخلي في رغبة عن موليد برج القوس في فرض سلطتهم أو سيطرتهم أو تحكمهم على أصدقاءهم فبيصير مشاحنات أو سؤتفاهم أو ممكن ردات الفعل هاي تقطع علاقة صداقة يعني بطريقة جنونية زي ما بنحكي أما بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم جدي فهاي بتركز على العلاقات مع المسؤولين في مجال العمل عشان هيك طريقة التعامل ما بينكم وبين المسؤولين بدا تكون مرنة ما تخلفوا دوامكم ما تخلفوا اللي هي الشروط الدوام والعمل اللي موجودة برضو ما تتخلفوا عن تأدية أعمالكم الفترة الجاي بتكتركزوا بشكل جيد لأنه ممكن يصير فيه سوء تفاهم في مكان العمل أو قرارات معينة تستفزك فيصدر منك بعض الكلام الحاد أو الجارح فبدك تنتبه أما بالنسبة لموليد برج الدلو اللي طالعهم دلو هذولا بدهم يركزوا على أمور إلها علاقها بالسفر المواضيع القضائية العلاقها مع الأجانب هاي أكثر الأشياء اللي بدهم ينتبهوا لها بالفترة الماضية وبرضو اللي عندهم دراسة جامعية أو امتحنات جامعية ما بدهم يعني يعتمدوا على الحضوض فيها صحيح أنها بتفتح مجالات قوية ولكن في إلها بعض السلبيات زي ما حكينا المريخ بعض إيجابية وبعض سلبية فممكن يصير فيه سفر أو ممكن يصير فيه مواضيع قضائية مقابلها ولكن أنه ممكن تكون الأمور ضدك إذا أنت ما انتبهت ممكن تتعركس أمور للسفر ممكن يصير معك مشاكل في السفر ممكن تنسى أغراضك أو أوراقك أو تنسرق في مكان السفر فبدك تكون حذر أما بالنسبة لمهوريد برج الحوت بما أنه انتقل من مقابلك تماما فالآن خفت ضغوط الشراكة ما بينك وبين الزوج أو شريك المال شريك العاطفة الآن دخل على الأموال المشتركة أي شيء لو علاقة بالأموال المشتركة بدك تكون حذر حاول أنك ما تأخذ قرض أنت ما بتقدر تلتزم فيه حاول أنك ما تخالف القوانين حاول أنك أنت برضو في نفس اللحظة تنتبه على الأموال المشتركة من بعض المسائلات أنك تسأل وين هاي المال راح أو وين صرفته أو وين رحت فيه فيصير عليك بعض المسائلات أو مطالبات بالديون ممكن تيجي طرق لحلها أو تقدر تحل هذه الأمور ولكن بدك تلتزم الأطراف الأخرى بأنك تأخذ أوراقك وتنهي هذه المطالبات بشكل قانوني طبعا بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل ما بعد انتقال المريخ هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و 30 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن الساعة 3 ونص بعد الظهر عشان هيك أثارها من الفجر بتبلش يعني بصير موجودة وبتستمر لغاية ما بعد منتصف الليل هاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بشكل إيجابي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 49 و 40 دقيقة مساء فعشان هيك بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع وطبعا هاي زاوية تأثيراتها من الصباح بتبلش يعني في الظهيرة بيكون أوجها بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر موجود في الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو الخميس 16-9 بيبدأ في تمام الساعة 35 و 39 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 32 و 22 دقيقة بعد الظهر لينتقل القمر لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 9 أيام في تمام الساعة 12 و 14 دقيقة ظهرا بصير 10 أيام بالنسبة الإضاءة بتصير 70% بالنسبة للمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22-9 منتحس بنسبة 30% القمر في الجدي حتى يوم 16-9 سعيد بنسبة 30% عطارد في الميزان حتى يوم 27-9 سعيد بنسبة 45% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 طبعا منتحس بنسبة 40% المريخ في العذراء بدو ينتقل للميزان زي ما حكينا رح يمكث في الميزان لغاية يوم 30-10 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا برضو بينجحوا بالدفع بمصالحهم وممكن اليوم تحفظوا على إنجازاتكم القائمة وممكن تعززوا علاقتكم اليوم ما بينكم بين رؤسائكم أو سملائكم بالعمل أهم شيء أنك تهدئ من روعك وحاول أنك ما تنفعل حاول أنك تتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك حاول أنك ما تتسرع اليوم بأي قرار أو أي شيء يعني بدك تتجنب المخالفات والمجازفات بدك تحرص على لجم الأمور اللي ممكن تستفزك اليوم خصوصا إذا شعرت ببدايتها يعني حاول ما تكبر الأمور لأنه هذا بيت السمعة بيت السمعة بعطيك إيجابية وبعطيك سلبية برج الثور بتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات خاصة البعيدة أو اللي مع أجانب طبعا الدراسة في الأمور الفلسفية والدينية والنقاش بتخوضوا في هاي الأمور السفر البعيد وأوراق السفر ومعاملات السفر والاتصالات زي ما حكينا مع أشخاص أجانب أو أشخاص خارج البلاد ممكن تشعروا اليوم بقوة العاطفة ورح تشعروا اليوم أن أحبائكم بتجاوبوا معكم ممكن بعضكم يخرج في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها بيكون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية اليوم فعشان هيك لازم أنك أنت تستغل الفرص بشكل جيد برج الجوزة طبعا القمر تحرك الآن صار موجود في البيت الثامن لإلك فاليوم بيركز على الأموال المشتركة فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي لكن بتكوا تنتبهوا من النفقات المتصاعدة ممكن النفقات هاي تكون عائلية أو تكون لها علاقة بالصحة أو حتى مصريف له يعني بمعنى آخر بأشياء أنت مش بحاجتها فديروا بالكم من النفقات حاولوا أنكم تسارعوا في تهدئة الأجواء لأنها فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي برج السرطان طبعا القمر الآن مقابلك تماما بما أن مقابلك دائما هاي منحكيها في أوج المقابلة فعشان هيك بعطيك إيجابية وبعطيك سلبية الأولى الإيجابية هو مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة أو علاقاتكم مع الأزواج أو مصالحات واليوم برضو بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن هاي الفترة تحديدا لأنه بكون القمر مقابلك تماما فطاقتك بتكون ضعيفة عشان هيك هاي بتكون فترة سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات حاول إنك ما تمشي معها حاول إنك ما تجاريها لأنه إذا جاريتها يعني ما أنت اللي رح تكون خسران لأنه طاقتك ضعيفة برج الأسد طبعا بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم القمر صار في البيت السادس يعني بلش بمراحل المقابلة السادس والسابع والثامن هذولا مراحل مقابلة فعشان هيك بعطي إيجابية وبعطي سلبية حاولوا إنكوا تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم بدون المبالغة في ذلك يعني حاول إنك أنت الأعمال المهمة والضرورية هي اللي تعملها ما ترهيق حالك كثير وبرضو في نفس اللحظة حاول إنك ما تعمل تمسك عملين مع بعض وتصير بدك تنجزهم مع بعض لأنه صعب الفترة هاي يعني ممكن تضيع عليك كثير من الأعمال هاي وتتراكم عندك أعمال وتضطر تعمل وقت إضافي أكثر وبرضو بدك تنتبهوا اليوم لغذائكم وراحدكم بدك تكون منظم تحسن إدارة عملك تحاذر من الجدال مع المعاونين حاول إنك ما تهمل صحتك وحاول إنك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الآن القمر صار في البيت الخامس اللي هو يعني من أقوى البيوت اللي تعتبر إلى أي برج فعشان هيك اليوم الأمور العاطفية أو رابطكم في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة مع الأحباء بتكون ممتازة جدا الأهم عند بعض الأشخاص اللي ما بيحبوا الأمور العاطفية اللي بدهم الحظوظ فاليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أسريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية مناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء حاول أنك اليوم تصحح الأخطاء ممكن اليوم تتراجع عن بعض القرارات السابقة وممكن تبادر بمصالحة كان صعب أنك تبادر لها في الفترة الماضية برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم طبعا القمر الآن في البيت الرابع لإلك هو بشكل زاوية تربيع مع برجك فعشان هيك هو باعطي إيجابية ممكن تستغلها أنت توطيد العلاقة مع العائلة تشتري بعض الأمور اللي إلها علاقة للبيت تتغير ديكور البيت ترتبه تعمل صيانة تصليحات ممكن تجد تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق من حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة صحيح أن الأجواء عدائية ومتوترة ولكن في فرص أنك أنت تستغلها وتخليها لمصلحتك أهم شيء برضو تنتبه لوضعك الصحي برج العقرب القمر الآن في البيت الثالث عشان هيك اليوم نشاط عالي جدا سرعة بديهة عالي جدا قدرة على إجراء اتصالات كبيرة اليوم ممكن تتلقى أنت اتصالات أو تجريها أنت بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات زي ما حكينا هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جهر أو صير تعامل ما بينكم بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك اليوم أنت بتتمتع بسرعة بديهة عالي جدا والسرعة خاطر بتلفت النظر الأجواء إجمالا لطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أو ممكن أنك أنت تهتم بأمور العلاقة بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية برج القوس طبعا الآن القمر صار موجود في بيت المال فاليوم في مجال لفرصة أو تسمح الفرصة لمكسب مالي ولكن على الأغلب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات يمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك حاول أنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات الأهم أنه في بعض الأشخاص منكم ممكن يسترد أموال هو ما كان يتوقع عنها تيجي بالفترة هاي أو يجي دعم معين برضو في بعضكم ممكن يهتم لسداد بعض الديون اللي عليها هاي بإجمالا هي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج الجدي طبعا القمر الآن استقر تماما في برج الجدي وثقتكم بأنفسكم اليوم أكبر من الأيام من اليوم أمس بيعمكم النشاط أكثر بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود لها أيام يعني فترة كانت صعبة على موليد برج الجدي اليوم عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات عندك ممكن اليوم تستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر وخصوصا إذا استغليت الفرص المتاحة حاول أنك تعدل مزاجة تغير من نفسيتك على أساس أنك تقدر تحقق إنجازات رائعة اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الآن موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد الغد تقريبا في ساعات العصر فعشان هيك هذا يوم آخر بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وحاولوا أنكم ما تبلغوا في إنجاز اللي عندكم من عمل متراكم أو ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وترتكم لحد الركود ممكن اليوم تشعر أنه الحظ بتخلى عنك تماما ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء إنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها عشان هيك اليوم ما تتخذ قرارات واضبط أعصابك حاول إنك ما تجازف وما تغامر وما ترهق حالك وانتبه برضو لأمورك الصحية برج الحوت طبعا القمر الآن استقر في بيت الصداقة فعشان هيك اليوم تقدروا تعززوا من صداقاتكم في منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع عندكم الآفاق وممكن تحتفل اليوم بنجاح أو تطور علاقة ممكن اتعزز شعبيتك وتحصد أرباح ورح بعضكم يفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبه ورح تجدوا إنه اليوم الضغوط بتخف بشكل كبير ولكن أنا بدي أنصحكم نصيحة ممكن بعضكم يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن حاولوا إنه لو انتقدتوا إنكوا ما تنفعلوا كثير يعني ضبط الأعصاب مطلوب واثنين حاولوا تنجزوا كل الأعمال المهمة المطلوبة منكم يابل ظهر الغد عشان فيه خلوم مسار وفيه انتقال للقمر بده يصير القمر في برج الدلو بيت ما تاعبكم فعشان هيك حاولوا إنكوا تستغلوا الوقت هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر